أسعد الله صباحكم مشاهدنا الكرام وأهلا بكم إلى عدد اليوم من معرضي الصحافة والذي سنرصد لكم فيه أبرز عنوين الصحفة الوطنية والصحف العالمية لنهار اليوم ومختلف مواضيع اليوم وفي البداية كما عودناكم دائما سنستهل معرض الصحافة بجريدة شروق اليوم والتي عنوانت في عددها لنهار اليوم حجز 30 مليار داخل علب كرتونية بمحل مستورد ومتابعة مدير الوسائل العامة وإطارات بوزارة المالية وامرأة في القضية وتخفيض عقوبة الوزير بالراقي إلى 7 سنوات حبصا في ملف وكالة السدود أيضا في جريدة الشروق اليوم عنوانت تنفيذا لوعود الرئيس تبون وزير المالية يكشف للشروق جديد الأجور والقدرة الشرائية وتفيز الإفراج عن مرسومين تنظيمين خاصين بالقانون النقد الجديد الأسبوع المقبل وعقد أول اجتماع لضبط مالية 2024 بالموازات مع استكمال القانون التصحيحي محافظ بنك الجزائر بلادنا واجهت محنة النفط بصندوق ضبط الإرادات والوزير الأول 233 مليار دولار الناتج الداخل الخام وترقية المعيشة مستمرة بالجزائر ننتقل وإياكم إلى مقال الشروق اليومي وجاء فيه فيما يخص تفاصيل إذن وزير المالية العزيز فايد للشروق هذا جديد زيادات الأجور وتحسين القدرة الشرائية ومكاتب الصرف وجاء في هذا المقار الإفراج عن مرسومين تنظيمين خاصين بالقانون النقد الجديد الأسبوع المقبل وعقد أول اجتماع لضبط مالية 2024 بالموازات مع استكمال القانون التصحيحي حيث بشرت الحكومة الخطوات الأولى لإعداد قانون المالية لسنة 2024 بالموازات مع استكمال ضبط قانون المالية التصحيحي للسنة الجارية حيث ستتضمن موازنة 2024 زيادات جديدة في الأجور وذلك بهدف تحصين مستوى القدرة الشرائية للمواطنين في حين سيتم الإفراج الأسبوع المقبل عن أولى النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون النقد والمصري في الجديد حسب ما أكد وزير المالية العزيز فيدلي الشروق اليومي دائما في الشروق اليومي الجزائر واجهت محنة النفط بصندوق ضبط الإرادات وأيضا تنفيذا لبرنامج الرئيس تبون وزير الداخلية يشدد الولاة مدعوون لحلحلة مشاكل التنمية واستقطاب الاستثمارات دائما في الشأن الوطني وفي الصحيفات الوطنية ونواصل مع الشروق اليومي إذن الوزير الأول يكشف عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري بمائتين وثلاثة وثلاثون مليار دولار الناتج الداخلي الخام وتحسين القدرة الشرائية مستمر ننتقل وإياكم الآن إلى جريدة أخرى ونقف عند جريدة الخبر والتي عنونت تبون يلقي خطابا أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تمثيل رئاسي بعد ثلاثة عشر عاما من الغياب إذن بعد آخر تمثيل للجزائر في الجمعية العامة للأمم المتحدة على أعلى مستوى سنة 2013 إذن يشارك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء في هذا الحفل الأممي في دورته العادية الثالثة والسبعين للمبرمج بشعار إعادة بناء أثقة وإحياء التضامن العالمي من التاسع عشر إلى غاية الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري دائما مع الخبر وعنوانت فيما تم توقيث ثلاثة مشتبه فيهم بإذرام النار في بجاية رجال الإطفاء والجيش يواصلون إخماد الحرائق وفي الشأن الرياضي الخبر عنوانت أيضا اتحاد الجزائر يحظى باستقبال الأبطال عبد الحق بن شيخة قدمنا أحسن صورة من الكرة الجزائرية دائما نوصل وإياكم في الجرائد الوطنية وننتقل الآن إلى جريدة أخرى ولا بأس أن نقف عند جريدة المساء التي عنوانت بدورها الوساطة الجزائرية عهد جديد وسجل ثري في هندسة السلام الرئيس تبون ينجح في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية ومقترح جزائري لإنهاء الأزمة في النيجر وتسوية النزاع الإثيوبي الإرتيري واتفاق الجزائر ينهي أزمة العراق وإيران وإفراج عن وزراء النفط في أوبيك إنهاء أزمة الرهائن الأمريكيين المختطفين بطهران باقتدار أكد التزام الجزائر بتحقيق الاستقرار المالي العربي الوزير الأول سنواصل دعم القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد تطور المؤشرات الاقتصادية للجزائر رغم الأزمات العالمية دعم المواد واسعة الاستهلاك وانتياج سياسة اقتصادية فعالة وأيضا الناتج الداخل الخام بمائتين وثلاثة وثلاثون دولار ونصيب الفرد خمسة ألاف ومائة وسبعة وثمانون دولار أيضا ذات تصريحات وزير الأول ماضونة في رقمنة اقتصادنا ومنثقية أنظمتنا المالية أنتقل وإياكم الآن إلى جريدة المشوار السياسي إذن والتي جاء فيها في أشأن التربوي عنوانة المشوار السياسي إقرار جملة من الإجراءات التنظيمية والبداغجية الجديدة 11 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة غدا ورقمنت كل قرارات التمدرس لكسر شوكة البيروقراطية دائما مع جريدة المشوار السياسي وزير الداخلية قال أنه يضمن التكفل الآن بانشغالات المواطنين والدولة عظمة على تجسيد مشروع تنموي شامل محافظ بنك الجزائر يشدد الجزائر ملتزمة بدعم البلدان العربية في أزماتها أو الضرك بالمرصاد لمفتعلي حرائق الغابات مهمة صعبة لإخماد الحرائق بـ 11 ولاية أما الآن مشاهدنا الكرام ننتقل وإياكم إلى الصحف العربية ونقف عند العرب الجديد والتي جاء فيها في المستجدات ليبيا ليبيا مناطق منكوبة منسية على الرغم من أن مدينة درنة تلقت القسم الأكبر من أضرار العاصمة دانيال فإن الكارثة لحقت بمدن وبلدات أخرى لم تنل ما يكفي من التغطية الإعلامية وأيضا المساعدات الإنسانية من العربي الجديد ننتقل وإياكم الآن إلى الشرق الأوسط دائما فيما يخص المستجدات حول إحصار دانيال بليبيا تباين ليبي أممي حول عدد ضحايا الإحصار عنوانت أيضا جريدة الشرق الأوسط 140 زعيما لحضور اجتماعات نيويورك فرصة فريدة لبايدن في غياب الأربعة الكبر وغضب كويتي من اعتداء على السائح في تركيا هذه أبرز عنوين جريدة الشرق الأوسط ننتقل وإياكم الآن إلى جريدة أخرى ولبأس أن نقف عند الجريدة الإكسبريسيون التي عنولت إذن اعتقال ثلاث مشتبه فيهم فيما يخص الحرائق التي كانت في بيجايا وفي خبر الإكسبريسيون إذن عنولت القبض على ثلاثة من مشعلي الحرائق بعد عدة أسابيع من الهدوء عادت الحرائق الغابات نهاية هذا الأسبوع إلى بيجايا إلى تفاصيل الخبر جاء في الإكسبريسيون أوقفت عناصر المجموعة الترابية للدرك الوطني بيجايا المتهم بإذرام النيران والذي كان مصدر حرائق الغابات التي اندلعت مساء الجمعة ببوليمات بولاية بيجايا حسب ما أفادت وحدث الاتصال للدرك الوطني بيجايا موضحة أنه يبلغ من العمر خمس ستة وخمسون سنة بالأحرف الأولى من اسم تأرى أصله من بيجايا أنتقل الآن وإياكم مشاهدنا الكرام إلى الشرق بلومبرغ والتي جاء فيها النفط يحوم حول خمسة وتسعون دولارا للبرميل مع تراجع الإمدادات عالميا إلى تفاصيل هذا الخبر من الشرق بلومبرغ وتتابعون ما يزال السعود أسعار النفط مستمرا بعدما أدت تخفيضات الإمدادات من قبل تحالف أوبيك بلس إلى تراجع المعلوظ في السوق ويتوقع أو يتوقع إلغاء وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز المسلمان سيلقي كلمة أمام وقتمر حول سياسة النفط في المملكة وتوضيح وجهة نظرها بشأن الوصول إلى صافي الإنبعاثات حيث ارتفع سعر خام براند المؤشر العالمي لسوق النفط فوق مستوى الأربعة وتسعين دولارا للبرميل بعد ثلاثة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار بنسبة 11% وسيكون الأمير عبد العزيز من بين المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر البترول العالمي إذن بعد تمديد السعودية وروسيا قيود الإنتاج حتى نهاية العام مشاهدنا الكرام بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختم عدد اليوم من معرضي الصحافة نشكركم على كرم الإصاء والمتابعة إلى اللقاء